موسيقى إن القيام بالإحماء قبل ممارسة التمارين الرياضية من شأنه أن يزيد درجة حرارة العضلات ما يسمح للعضلات بالتقلص أو التمدد والاسترخاء بسرعة أكبر مقارنة بالعضلات الأخرى مما يحد من خطر الإصابة بالإجهاد العضلي أو الشد العضلي وعموماً فإن الإحماء يلفع حرارة الجسم الكلية أيضاً مما يحسن من مرونة العضلات ويعزز بعض عناصر الأياق البدنية كالسرعة والقوة يجب مراعاة أهمية تمارين الإحماء في بداية كل روتين رياضي علماً أنها لم تساعد كثيراً في حرق السعرات الحرارية أو بناء العضلات إلا أنها ضرورية لنجاح التمرين قبل البدء في الجري أو استخدام الآلات في إصالة الألعاب الرياضية يجب التأكد من القيام ببعض تمارين الإحماء والإطالة تشمل تمارين الإحماء الشائعة الركض لعدة دقائق أو ركوب الدراجات أو حتى مجرد أداء التمارين بوتيرة أبطأ بكثير لإعداد الجسم لتمارين الإطالة جربوا الإطالة الثابتة والتي تتضمن شد العضلات ببطء وتثبيتها في مكانها لمدة تصل إلى 30 ثانية كما أن الإحماء قبل ممارسة التمارين الرياضية يعزز عنصراً آخر من عناصر اللياقة البدنية وهو القدرة على التحمل إذ أن درجة حرارة الدم ترتفع أثناء انتقاله عبر العضلات خلال تمارين الإحماء وهذا يؤدي إلى إضعاف ارتباط الأكسجين بالهيموغلوبين وبمعنى آخر يصبح وصول الأكسجين إلى العضلات المستهدفة بالتمرين أكثر سهولة ووفرة مما يعزز القدرة على التحمل إن ممارسة تمارين الإحماء كالقيام بنسهة سريعة أو ركوب الدراج الهوائية أو المشي أو الجري في ذات المكان أو غيرها من التمارين البسيطة لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق يعد من الأمور الضرورية لمساعدة العضلات على التكيف مع التمارين المرال ممارستها والاستعداد الجيد لها وهذا من شأنه أن يقلل من خطر وقوع الإصابات الرياضية تتمثل أهمية الإحماء أيضاً في تجهيز ذهن اللاعب أو عقله للنشاط الرياضي القادم ويشار إلى أن هذا التحضير يمكن أن يحسن الأسلوب والمهارة والتنسيق أثناء ممارسة الرياضة ومن جهة أخرى يساهم الإحماء في تحضير الرياضي لمواجهة المشقة خلال التدريب وفي هذه الحالة سيكون الجسم قادراً على إنتاج سرعات أعلى لتحملها وبالمقابل إذا كان العقل غير مستعد لتحمل المشقة فإن الأداء البدني سيكون أقل كفاءة